تحذيرات مكثفة تشهدها عاصمة الأوراس تحسباً لاحتضان العرس الثقافي الدولي مهرج نوتيمغاد في طبعته الثانية والأربعين. تحذيرات الافتتاح تجري وسط ظروف استثنائية خاصة بعد غياب دام لسنتين متتليتين جراء تفشي فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على جميع الانشطة الثقافية والتي أدت بالضرورة إلى توقيف النشطات الثقافية السنوية والتي من بينها مهرجان تيمغاد الدولي. المهرجان الذي كان خلال السنوات الماضية حدث ثقافي يجمع عدد الأصوات الشبى الجزائرية والعربية وحتى الأجنبية يضرب هذا العام موعداً جديداً لعشاق الموسيقى بمختلف طبعها وذلك من أجل أن يرقى المهرجان إلى تطلعات الجمهور والمشاركين المتعطشين لمثل هذه التظاهرات. القائمين على التظاهرة الثقافية سطروا برنامجاً فنياً مميزاً بمشاركة العديد من الفنانين من مختلف الدول العربية على غرار فرقة راينا راي الشاهرة موح ميلانو ونعيمة زيريا وأصوات شبابية من لبنان الأردن وفلسطين ومن المرتقب أن تكون الصهرة الافتتاحية استثنائية ومميزة من خلال لوحات استعرضية راقصة.